مساوك أسعد محمد ومساء الخير أيضا لكل مشاهدينا الكرام إذن بسا مباشرة نشوفوا رز مباشر من مختلف ولاية الوطن عدنا ولاية وهران الجزائر العاصمة كذلك الوادي وقصنطينة نعم لزوم مشاهدينا على ولاية وهران ولاية وهران بالتحديد من منطقة السبخة نشوفوا مع بعض أجواء أمو من رأي مستقرة وصافية على ولاية وهران ليلة هديئة أيضا مرتقبة ليلة اليوم على ولاية وهران كما نشوفوا مع بعض في الصورة بالضباب ينتشر تدريجيا على الولاية الآن درجات الحرارة تصل إلى حوالي 18 درجة مئوية في بخص مشاهدينا نسبة الرطوبة طالعشوية أي تصل أو تتعدل 71 بالمئة ليلة هديئة مرتقبة ليلة اليوم عن تشارك كتيف للضباب على ولاية وهران يرجى أخذ الحيطة والحذر نمر مع بعض إلى ولاية قصنطينة إلى مدينة الجسور المعلقة استقرار أيضا في تقس كنا نشهدنا خلال ساعات الظاهرة من خلال المباشر لكنا نرصدناه على الساعة الواحدة انتشار كتيف للسحب ما زالها تنتشر كما نشوفوا مع بعض في الصورة مشاهدينا درجة الحرارة تصل إلى حوالي 13 درجة مئوية الآن نسبة الرطوبة تصل إلى حوالي 66 بالمئة فيما يخص ليلة اليوم يرتقى بتسجيل غيوم كما نشاهده فيها الآن على ولاية قصنطينة رايحة ممكن احتمال ضعيف أنها تمد بعض الرداد بعض الزخات الخفيفة جدا من الأمطار لكن سيكون فيه ضباب أيضا خلال ليلة اليوم وصباحة الغد على ولاية قصنطينة الحيطة والحذر أيضا لمستعملي الطرقات إلى ولاية الوادي الجنوب الجزائري يبقى دائما استقرار في حالة التقص على ولاية الوادي كما نشاهده مع بعض في الصورة إذن مشاهدينا درجة الحرارة الآن تصل إلى 22 درجة على ولاية الوادي ليلة هدئة أيضا مرتقبة ليلة اليوم على ولاية واتسوف نسبة الرطوبة تصل إلى حوالي 33 بالمئة وخلال ليلة اليوم يرتقب تسجيل درجات حرارة خلال الليل تكون معتدلة نسبيا رياح من ضعيفة إلى معتدلة السرعة لا تتعدى 15 كم في الساعة إلى الجزائر العثمة الآن مشاهدينا لكنا خلال الصباح شهدنا تقص غائم لكن السحب بدأت تتلاشى تدريجيا مع ساعات الظهر والعصر سجنا تقص من صافية إلى قليلة السحب كانت فيه سحب خلال الظاهرة وكذلك خلال ساعات العصر كانت فيه سحب عابرة وبدون فعالية ما زالت تتشكل الآن أنا نشوفه مع بعض السحب الكتيفة لمازالها تتشكل على الجزائر العاصمة لكن حتكون عابرة حتكون بدون فعالية الريح قد يصل على فترات إلى حوالي 40 كم في الساعة ليلة هدئة متوقعة أيضاً ليلة اليوم على الجزائر العاصمة مع درجات حرارة تصل إلى حوالي 9 درجات الإشارة مشاهدينا أيضاً إلى الضباب لرح يتشكل خلال ليلة اليوم وصبيحة الغد على الجزائر العاصمة رح يكون أيضاً كتيف إذن فيما يخص عفوا المشاهدينا فيما يخص نسبة الرطوبة قد تصل إلى حوالي 85% رح تكون طالعة شوية إذن كنا معكم على المباشر من وهران الجزائر العاصمة قسنطينة وكذلك ولاية الوادي يبدو أنه في الصورة ولاية البيض إذا كان أمكن فقط مع الزميلة المخرج إذا كانت الصورة واضحة طبعاً نحن نرزد لكم مشاهدينا الوضعية الجوية من ولاية البيض معلش صورة رضيئة على العموم طبعاً سيكون فيه لنا رصد مباشر من مختلف ولاية الوطن خلال موعدنا الإخبارية اللحقة كانت هذه الولايات المرتقبة رصد المباشر لحالة التقص بالولايات المتواجدة حالياً يعني اللي عندنا فيها رصد مباشر كان عندنا من الجزائر العاصمة وهران الودي وكذلك قسنطينة إذن مشاهدينا تجدوا الإشارة إلى الضباب الضباب الكتيف لتشكل على أغلب المدن الشمالية فقط قبل الختام مشاهدينا نشوفوا مع بعض إلى خريطة توزيع الضباب كما هو ملاحظ بداية من ليلة اليوم مشاهدينا إلى غاية صبيحة يوم الغد جوال العشرة تألي اليوم خاصة جوال زوشتة أصبح باش يبدأ يتشكل الضباب ويبدأ يتكاتف أكثر خلال صبيحة يوم الغد على جوال العشرة على الحداش باش يبدأ يزول تدريجياً هذا الضباب اللون الأبيض مشاهدينا يرمز إلى انتشار الكتيف للضباب كما هو ملاحظ على أغلب المدن الساحلية وكذلك القرب الساحلية يمتد حتى إلى المرتفعات الداخلية للوطن على جوه باتنا خنشلة كذلك سطيف قسنطينا سكيك دا أيضاً عدنا ولاية سيدي بالعباس منطقة راس الماء أيضاً على المدية شلالة العدورة حتى على التيزي وزو إذن انتشار كتيف للضباب كذلك مشاهدينا كما نشوفوا هنا على جوه مستغاني كذلك على جوه وهران انتشار كتيف للضباب يرجى أخذ الحيطة والحذر لمستعملي الطرقات وكذلك الملاحة الجوية شكركم على المتابعة خليكم بسوا بقية الأخبار شكراً للمشاهدة